التكنولوجيا المالية والرقمية واللا مركزية شعار النسخة الثامنة لمؤتمر الدوحة للمال الإسلامي الذي عرض للمستجدات المتسارعة في عالم التمويل الإسلامي في مشهد تقوده التكنولوجيا المالية التي اتخذت أطوارا واتجاهات جديدة خلفتها جائحة كورونا التي لم تغادر حياة الناس حتى الآن كنا نتطرق إلى جوانب التمويل الرقمي ولكن الآن باتهم ضروري وملح أن نواجه هذا التسارع في العالم المصرفي لذلك ارتعنا أن يكون هذه النسخة وهذا المؤتمر يكون متخصص لإيجاد أدوات تمويلية رقمية وأيضا لا مركزية خبراء ومختصون وممثلين عن هيئات حكومية ومنظمات دولية ناقشوا على مدار يوم كامل دور المؤسسات الإشرافية في التعامل مع التكنولوجيا المالية الرقمية اللامركزية باستعراض تجارب المصارف المركزية وهيئات الأسواق المالية العالمية إضافة إلى الأحكام الشرعية التي تحكم التكنولوجيا المالية الرقمية وطبيعة وأليات المنتجات المالية الرقمية اللامركزية وموائمتها للنص الشرعي برغت أصول التمويل الإسلامي في الدولة 528 مليار ريال شكلت فيها المصارف الإسلامية حوالي 86% بدوره يقدم السوق القطري فرص كبيرة للشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا المالية لا سيما في ضوء التوقعات بشأن النفقات الموجهة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة والتي يمكن أن تصل إلى 9 مليار دولار بحلول العام 2024 وبحسب دينار ستاندر للبحوث والاستشارات تحتل قطر المرتبة العاشرة عالميا في التكنولوجيا المالية الإسلامية ضمن قائمة تضم 64 دولة فيما تتوقع أن يسجل قطاع التكنولوجيا المالية نموا سنويا بواقع 20% ليصل إلى مستويات 7 مليارات و 640 مليون ريال بحلول العام 2025 في الوقت الذي يتحدث فيه المصرف المركزي عن إطلاق عملة رقمية والتوسع في التكنولوجيا المالية بما ينسجم ومتطلبات السوق ومراعاة دور البنوك ومسؤوليتها ومراعاة دور البنوك ومسؤوليتها